اشتركوا في القناة عدة صواريخ باليستية استهدفت تجمعات سكانية في بعض المناطق بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والتي قامت بفضل الله تعالى قوات الدفاع الجوي السعودي باعتراضهم واشار سموه للعهد في برقيته الى ان هذا الاعتداء الغاشم الذي استهدف امن وسلامة المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيقة يتنافى مع الشرائع والقيم والمبادئ الدولية مؤكدا سموه وقوف المملكة مع المملكة العربية السعودية وتأييدها لكل ما تتخذه من اجراءات للحفاظ على امنها واستقرارها داعيا سموه العلي القدير ان يحفظ المملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الابية من كل مكروه ويديم عليها نعمة الامن والامان في ظل القيادة الحكيمة لاخيه خادم الحرمين الشريفين كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد حفظه الله ورعاه برقية مماثلة الى اخيه صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز الاسعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية ضمنها سموه استنكار مملكة البحرين وادانتها الشديدة للهجمات الصاروخية التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية داعيا سموه الباري عز وجل ان يحفظ المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيقة من كل مكروه وسوء ترجمة نانسي قنقر